بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع درس جديد من سلسلة ماذا تعرف عن التجويد لماذا نزل القرآن الكريم باللغة العربية؟ لماذا نزل مجودا؟ هل انتقد كفار مكة تلاوة القرآن بأحكام التجويد؟ لماذا تواصل فيما بينهم ألا يستمعوا للقرآن؟ ولماذا نحن اليوم نرى التجويد صعبا؟ نبدأ بسم الله يبدو في الظاهر أن السؤال الأول مختلف تماما عن السؤال الثاني وبالتالي فالإجابة مختلفة وطبعا هذا غير صحيح التجويد واللغة العربية شيء واحد التجويد من اللغة العربية واللغة العربية فيها التجويد حتى أن قديما كتب النحو كان يوجد فيها بابا مخصصا لأحكام التجويد ولكن لأن هذا الباب متعلق بتلاوة القرآن الكريم ففوصل عن كتب النحو وجعل في كتب خاصة وسارت فيه المؤلفات العديدة فإن أراد قارئ القرآن أن يتعلم أحكام التجويد فله كتب ومجلدات منفردة عن كتب النحو فأغلب أحكام التجويد هي من أصول اللغة العربية ولكن القرآن نزل بعدة أمور معينة هي من خصائص القرآن وهي المد والغنى والتغني والسكت في إحدى الروايات إذن إجمالا نقول أن أحكام التجويد هي من أصول اللغة العربية واللغة العربية فيها التجويد إذن الإجابة المفروض أن تكون واحدة على السؤالين لأن السؤال الثاني لماذا نزل مجودا نقول فيه لأنه نزل أصلا باللغة العربية والتجويد من اللغة العربية إذن لماذا نزل باللغة العربية هنا يأتي الكلام أولا اللغة العربية تدور بين ثلاثة أطراف نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نقل القرآن لقومه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المسؤول عن حمل هذا الدين ونقله لغيره يتحدث باللغة العربية وهو أصلا عربي لسانه عربي وأول من ستلقى هذا الدين من فم النبي صلى الله عليه وسلم هم قومه لسانهم أيضا عربي إذن الرسول والمتلقي لسانهم عربي لغتهم عربية إذن من المناسب جدا لهم أن تكون مادة المناقشة ومادة الحوار باللغة العربية وهذا أول الأسباب في تنزيل القرآن باللغة العربية أنها لغة العرب لو أن القرآن نزل بلغة مختلفة لغة أعجمية ليست عربية كيف سيكون الحال؟ قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجمية لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي وهذه أكبر حجة وأكبر عذر لهم في الكفر طيب ولو كانوا العرب أعاجم غير عرب قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين نتيجة حتمية تماما إذن كان من الضروري أن يتنزل القرآن باللغة العربية وهذا فيه من التيسير الكثير على النبي وعلى قومه وهذا أسباب الثاني فنزول القرآن باللغة العربية فيه تيسير كبير لمهمة النبي لأن لسانه عربي فلما يكون القرآن باللغة العربية هذا يسهل عليه الحديث والتوضيح والبيان كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يتمكن من التوضيح والبيان ثم يكون أمامهم الخيار إما أن يؤمنوا أو يكفروا لا إكره في الدين ولكن المهم أن يصلهم الدين بوضوح وكي يصلهم الدين بوضوح لابد أن يكون مفهوما بالنسبة لهم وهذا الساب الثالث أن نزول القرآن باللغة العربية فيه تيسير كبير على قومه وهذا جاء في كلام الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ليبين لهم حتى لا يكون عدم فهم الدين هو الحجة المتخذة للكفر والله عز وجل يريد أن يبطل هذه الحجة ويريد إزالة أي عقبة تحول بينهم وبين الإيمان إلا أن يختاروهم بأنفسهم الكفر وإن آمنوا ستحملون مع النبي أعباء تبليغ هذا الدين للعالمين كافة وهذا الساب الرابع انتشارا للدين فلو أن القرآن نزل بلغة مختلفة لتوقف الدين في هذه المرحلة ولقضي عليه وانتهى فما الدليل الداعم للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يبرهن عن صدق بلاغه عن الله عز وجل حتى يؤمنوا ويصدقوا فينتشر الدين خارج في الجزيرة العربية هنا يأتي الساب الخامس إعجازا للعرب من المعروف أن لكل نبي معجزة والمعجزة لها شروط لابد أولا أن تكون من صنعة القوم ولابد أن يكون قادرين لا يمنعهم من الإتيان بها أي مانع سيدنا موسى عليه السلام قومه يتقنون السحر فكانت معجزته في العصى وحول السحر سيدنا عيسى عليه السلام قومه يتقنون الطب فكانت معجزته في الطب أما النبي صلى الله عليه وسلم فقومه يتقنون أهل فن وفصاحة ولسن وبلاغة وبيان يتسابقون في فنون اللغة العربية واللغة العربية هي حروف وكلمات إذن لابد أن تكون المعجزة المؤيدة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم في حروف وكلمات هذا في حد ذاته إعجاز أن تكون المعجزة في حروف وكلمات هذا عجيب فعلا وبالفعل أعجز العرب وتحدهم الله في أن يأتوا بمثل هذا القرآن صورة أو آية ما استطاعوا فقال تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أيضا لم يستطيعوا طيب بلاش عشر سور كتير شوية خليها سورة وحدة قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إذن القرآن أعجز العرب بالفعل وعجزوا عن الإتيان بمثله ولو حتى بآية أو بكلمة أو بحرف ما استطاعوا رغم أنهم كما قلنا قوم فصاحة ولسن وبيان أقصى ما استطاعوه أنهم تواصوا فيما بينهم ألا يستمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغربون يعني لا تستمعوا لهذا القرآن أبدا وإن قرأ أمامكم فالغوا فيه يعني احدثوا أي صخب صوت عالي تصفيق صفير غناء رقص أي شيء المهم أن تشوشوا على هذا القرآن حتى لا يستمع له أبدا لأنهم يعلمون يقينا أن الاستماع هو رسول الإيمان وهو رسول اليقين وهو رسول التأثر وهو رسول التدبر والقرآن يعلو ولا يعلى عليه فمن يستمع للقرآن بقلب خاشع لابد أن يتأثر وهم لا يريدون ذلك والعجيب في الأمر أنهم تواصوا فيما بينهم في العلن ألا يستمعوا للقرآن ولكنهم كانوا في السر يستمعون للقرآن فكانوا يتسللون خلصة في جوف الليل ليسترقوا السمع للقرآن وهو يتلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة وربما مر القارئ على قول الله تبارك وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل وربما أيضا يستمعون للقارئ وهو يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فيقولون ما أجمل هذا الكلام وما أعذبه لم ينتبهوا أنهم يسبوا ولكن أخذهم جمال النظم والتركيب ففورا خضعوا وقالوا ما أجمل هذا الكلام إنه ليس ككلام البشر إذا نزول القرآن باللغة العربية كان إعجازا للعرب وبالتالي هو دليل وبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغه عن ربه أنه بالفعل نبي مرسل من الله عز وجل فيصدقونه ويؤمنون به ثم يجاهدون معه حتى يصل الدين لمن هم خارج شبه الجزيرة العربية أما عن نزول القرآن باللغة العربية دون سائر اللغات فهذا لأنها أغنى اللغات وهذا الساب السادس اللغة العربية تتميز عن سائر اللغات أنها أغنى اللغات في عدد المفردات وفي جمال التركيب وفي البلاغة والحسن والبيان وهي أكثر اللغة تختصر فيها الجمل لكلمات كما في كلمة مثلا في القرآن الكريم أنلزمكموها فسيكفيكهم فأسقيناكموه هذه كلمة واحدة في الشكل فإن ترجمت لأي لغة أخرى ربما تستغرق سطر أو سطر نص وهذا الاختصار أيضا فيه من الإعجاز الكبير لأنه كلما قلت كلمات العبارة كلما احتاجت في التعبير لشدة مهارة فمن يستطيع في كلمة واحدة التعبير عن جملة وهذا يطفي جمالا في التعبير القرآني وأيضا إعجازا فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجة هذه بعض الأسباب التي ذكرها العلماء في تنزيل القرآن باللغة العربية وهناك أسباب أخرى كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها ولكن نكتفي بهذا القدر والسؤال الآن هل انتقد كفار مكة طريق التلاوة القرآن الكريم بأحكام التجويد نحن قلنا أن القرآن نزل باللغة العربية على لسانهم إذن هذا الأمر فيه تقبل كبير بالنسبة لهم ولكن طريقة التلاوة الإضغام الإخفاء القلب التسهيل هل انتقد الكفار هذه الطريقة في التلاوة والله لو كان في القرآن ثغر واحدة في كلمة أو حرف أو تشكيل ما تركوها الكفار أبدا ولن تهزوها فرصة عظيمة في التشهير بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم وفي تكذيب هذا الدين من الأساس ولكنه لم يرد أنهم انتقدوا كلمة واحدة في القرآن وذلك طبعا لأنه نزل بلغتهم وبلسانهم والتي فيها التجويد فهم كانوا يقلقلون فنزل القرآن بالقلقلة يفخمون نزل بالتفخيم يدغمون يخفون كل هذه الأحكام نزل بها القرآن وكانت على لسانهم بالسليقة وبالفطرة يتحدثون بها إلا الأربعة أمور التي ذكرناها في بداية المقطع المد والغن والتغني والسكت سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله في مقطع خاص طيب لما هم لم ينتقدوا القرآن وما وجدوا فيه أي غرابة في اللفظ ولم يتعجبوا من أحكام التجويد التي يقرأ بها القرآن لماذا نحن اليوم نرى التجويد صعبا؟ لماذا نراه صعبا؟ وبعض الناس تشتكي وتقول التجويد صعب التجويد فيه تعقيد لماذا نراه هكذا؟ أين المشكلة؟ المشكلة ليست في التجويد التجويد ليس صعبا المشكلة فينا لأن لسان العرب اليوم ابتعد ابتعادا كبيرا عن أصول فصاحة اللغة العربية هم كانوا يقولون خا خالدين لذلك لم يعلموا التفخيم في القرآن الكريم ولكن نحن اليوم نقول خالدين لذلك نحن الذين بحاجة للتعليم وبالتالي نستشعر هذه الصعوبة لأن التقويم دائما فيه معاناة هم كانوا يقولون إذا إذا نحن نقول إذا هم كانوا يقولون ثم نحن نقول سم هم كانوا يقولون القوي أما نحن اليوم نقول الغوي هم كانوا يقولون ضل نحن نقول ظل إذن لسان العرب اليوم يعني له قواعد مختلفة تماما عن قواعد اللغة العربية لذلك نرى التجويد فيه صعوبة لأن اللسان اعوج وابتعد فكي نعيده لأصول اللغة العربية لابد من معاناة طبعا نسأل الله عز وجل التيسير يا رب اللهم يسر لنا تلاوت كتابك كما أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إذن فلنصبر ولنجتهد ولا نتهم القرآن بالتعقيد والصعوبة بل نتهم أنفسنا نحن بالابتعاد عن أصول اللغة العربية وبالتقصير أيضا أتمنى أن أكون مفقت في توضيح هذه الأمور المرة القادمة إن شاء الله نتحدث في نقطة أخرى عن ثمر التعلم أحكام التجويد وعن فضله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته